السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم اختكم وامسي فيديو اليوم هو فيديو عن غير المعتاد ما جاء عن الفيديوهات اللي ما فنقدمها في القناة ولكن لفتها لفتها مني الى الولاية تاعي عن افتتاح مرقد في ولاية المغير طبعا قادر اللي ما يعرفوش انه يستغرب ويقولك مرقد علاش را يدير عليه فيديو ولا كذا ولكن باش تعرفوا بانه الولاية ما فيهاش ما فيهاش فنادق ما فيهاش مراقد ما فيه حتى حاجة لانه هي كانت اصلا دائرة صغيرة فقط ومبعد طلعوها ولاية المهم هذا باش تعرفوا بانه الجنوب جزائر نعانو من يعني من نقص الكثير من المرافق واغلبية المرافق ما كانش على غرار يعني للشمال هذه واحدة من المعاناة متع اهل الجنوب باش تشوفوا بانه يعني طلعوها ولاية وما فيهاش يعني فندق ولو ما فيهاش كذا وانا وين حنتكلمو عن سياحة ولا وين حنتكلمو عن اشياء اخرى يعني مدام المرافق الاساسية ما كانش المهم تمت على بركة الله افتتاح مرقد والله من يعرفها تعمل يعني المهم انا لقي تصور حبيت فقط نبلغ الرسالة تعيه هذه انه اول مرقد فيه في مغير في الفين واثنين وعشرين تتخيلوا ولكن ما عليش هذه بداية موفقة ان شاء الله ومبرك على اسحابه وبالباركة ان شاء الله وهذه خطوة يعني اولى نتمنى وفقط انه وداية المغير يعني كما نقول احنا يخزروا ليها في المرافق ويخزروا ليها في الحويج اللي نقصدها بالساف انا راي افتتاح المرقد في مغير طبعا جاي احدى في الطريق داخل الدخلة اه في الطريق الوطني رقم 3 اه احدى الولاية او احدى كبا يعني موقع يعني استراتيجي بانه مرقد ماشي كبير بالساف ولكن احنا نقولوا بانه هكا باش يكون قدوة حسنة وهذه اللفتة هذي او من صاحب المرقد هذا اه فكر فيها لانه صح صح كاي النقص كبير احنا جنوب جزائري جنوب اه في الخيرات في هكا نشوف هنا المرافق انتاعه اسرة وكل شيء المهم اكم تفرجو ونحكو وتكون جنوب جزائري هو من من اغنى يعني ممكن الصحراء في الوطن العربي كامل جزائر يعني ولا في افريقيا ولكن بالرغم من ذلك انه الولايات اللي فيت عليها الغاز وبيترول وكذا ولايات فقيرة ولايات ميزانية تحا ما كانش خلاص مرافق من عادمة اهنا ونرحون تكلموا احنا على انه اهل جنوب اهل كرم واهل كذا ايه اهل كرم واهل كذا اعطوهم حقهم في المقابل ولا لا احنا متربيين وحنا متأصلين وحنا هذي كرم وكذا ماشي وسيلة مديرينها بش يعني ناخذوا بها حقنا ولا كذا ولكن هذا راه طبع متأصل فينا ومجدر فينا هذا من ابن عن جد يعني هذي بلا بلا ما يحكي فيها حتى واحد وبلا ما يناقش فيها حتى واحد ولكن بش تكون يعني ولاية اه فيها عدد سكان معتبروا ومساحة معتبرة هنا بش تكون يعني ما فيهاش معنى طبعا علما انه ولاية المغير بك هذه الصغيرة اللي يطلعوها ولاية ممكن تكون قيس مساحة قطر قيس مساحة دولة قطر دولة قطر لكن تشوفوا في المقارنة المهم هنا كين يعني مجهز المرقد هذا مش شيء اللي يقدروا عليه اصحابه مبروك الاهل مغير اهل بلادي اللي نجتيها ونحبها وان شاء الله مزيدا من من المرافق ان شاء الله ومزيدا من الحواج للإيجابية ولي حد انفع اهل البلاد وكل شيء ولكن انا نشوفوا حنا بالراكاين تقدم في مرافق اخرى ولكن في ناحية الاستقبال والفنادق كذا كين نقص 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 كثير 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 خاصة في الولاية صنطر يعني في المقر الولاية عم غير بعد نلاحظ بانه انا مش تسكن فيها بصلاحظ بانه كين نقص كبير فيها ما فيهاش خلاص تقريبا وهنا ندعو ندعو انه اي واحد حاب يستثمر امواله يستثمرها خدمة لأهل الولاية نتعو والمواطنين وخوتو هنا بش على الاقل احنا نقوله دعوة خير وفي نفس الوقت رأوا استثمار يعني هيجيب الدراهم لانه ما كانش منافسة صدقوني ولا ما كان منافسة وفي الاول وفي الاخير نقوله مبروك هاو البارود فنلقوا عليه البارود ما ان الفيديو هذا جاء متأخر بصح ما عليش انا قدمته بالشي اللي نقدر عليه بعض الصور فقط ولكن ما وفيتوش حقه على بالي بصح حبيت نستغله ونتكلم على الولاية الجديدة اللي كانت منتدبة بانه ينقصها الكثير والكثير والكثير ومن هنا احنا عنا بلاد رجالة بلاد رجال بلاد البارود بلاد خيل بلاد فرسان بلاد كلا ربي يحفظهم ان شاء الله من هنا نقول لكم انه دعموا لي القناة ولا يلغوا القناة راه يريقد اخلاص دعموها لي من الفترة لفترة اني كنتم مريضة ادعولي بالشيفاء وراجعة ان شاء الله